اهلا بكم في مرايا خلونا نحكي بصراحة اللي صار في عدن وصار فترة اللي راحت مشكلة مشكلة كبيرة وعميقة داخل الصف اليمني المناهض للعصابات الحوثية المتخيمنة الناس اللي حملوا السلاح ضد الحوثي وسابقا ضد مؤتمر صالح قبل يقضته الاخيرة يعني ضد الانقلابيين طبعا ما جرى في عدن له أسباب من أهمها المشكلات الموروثة بين الشمال والجنوب وإن شئت فقول بين الشرعية والمجلس الجنوبي حاليا المجلس الجنوبي الانتقالي وإذا بتشخص الموضوع أكثر وتحدد أكثر بين الرئيس عبد الربو هادي وأيدروس الزبيدي هذه الخلافات مش وليدة عاصفة الحزم أو التحالف لا هي قديمة ما حديث فلسف بس وسبق لليمن أنه خاض حرب كبرى هائلة في التسعينات عام 1994 بين الجنوب والشمال عنوانها بين الشمال والجنوب على أساس الوحدة أو حرب الوحدة طبعا كلنا نعرف إيش صار فيها نريد القول أنه اشتباكات عدن العنيفة مؤخرا بين قوات جنوبية تابعة لأيدروس الزبيدي وقوات تابعة للشرعية بقيادة الرئيس هادي للأسف سقط فيها عدة قتلة للأسف الشديد هذه الإحن والثارات بين الشمال والجنوب هي مش من اختراع التحالف العربي مرة ثانية نقول لأنه بعض الإصلاحيين في اليمن الإصلاحيين اللي هو حزب الإصلاح اللي هو جماعة الأخوان أو نواته جماعة الأخوان بعض الإصلاحيين اليمنيين بالذات صقور الجماعة من الأخوان اللي محسبين على معسكر معروف معادل السعودية يصبوا جام غضبهم على دولة الإمارات بالشكل رئيسي وعلى السعودية بس مركزين أكثر الجماعة على الإمارات والإمارات كما نعلم هي الشريك الرئيس والحليف الحقيقي في عاصفة الحزن ليه طمعا من هؤلاء السعاد بالفتنة مثل الأستاذة توكل كرمان بالوقيعة بين السعودية والإمارات وهو الأمر اللي طبعا ردت عليه الإمارات بوضوح من خلال تعليقات وتغريدات الوزير الإماراتي الدكتور أنور قرقاش المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي في آخر مؤتمر صحفي له في الرياض دعا المجلس الانتقالي اللي هم الجنوبيين أنه يجلسوا مع الحكومة اللي هي الشرعية للنظر في مطالب المجلس اللي هم الجنوبيين الحكومة اليمنية الشرعية أيضا دعت للتحقيق حكومة مندغر دعت للتحقيق بأسباب الاستباكات اللي وقعت بعدن وأنه لازم نعالج أسباب التوتر كلام حلو في بيان التحالف حول ما أسميه أنا فتنة عدن جاء التأكيد على مرة نقطة هامة للطرفين يعني للجماعة الزبيد والجماعة الشرعية أهمية استشعار هذا النص كلام البيان التحالف أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية لتوجيه دفة العمل المشترك مع التحالف لاستكمال تحرير الأرض اليمنية من مليشيا الحوثي الإيرانية تبقى تذكرهم ترى لسه نحن في حرب مع الحوثيين التحالف أيضا طالب بعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو إشخال اليمنيين عن معركتهم الرئيسية حط تحت معركتهم الرئيسية يعني مية خط باعتبار ذلك التزام سياسي وإنساني وأخلاقي لاحظي لا يمكن التراجع عنه وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة مرة ثانية وثالثة ورابعة الخلافات والثارات بين شمال اليمن وجنوبه ليست ابنة اليوم ولا هي نتيجة عاصفة الحزم لكن المهم اليوم دعوة اليمنيين لكلمة سواء أقصد اللي مع التحالف العربي الإسلامي لاقتلاع الشوك الحوثي من جسد اليمن يمكن يكون الوقت قد حان حان لجمع اليمنيين تحت رعاية التحالف والصدور بموقف واحد قدر المستطاع والضغط على الجميع لعادة البوصلة إلى مسارها الصحيح وهو الحفاظ على هدف المعركة لا تضيع البوصلة نحن نحارب الحوثي الذي ينفذ أهداف الخمينية تلك هي المعركة الكبرى ومع أيضا محاربة كل أهل الإرهاب قاعدة وغير قاعدة التصعيد العسكري في محافظة عدن اليمنية مدعة قلق شديد أعربت عنه الأمم المتحدة وباريس وموسكو وواشنطن وفي اجتماع طارئ عقد في الرياض دع الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي إلى وقف إطلاق النار في عدن واصفا ما يجري حاليا بالانقلاب المرفوض على الشرعية وزارة الداخلية اليمنية وبتوجيهات من الرئيس هادي أوقفت إطلاق النار من جانبها وسحبت جميع وحداتها العسكرية من الاشتباكات إلا أن القوات الموالية للمجلس الانتقالي صعدت الموقف أكثر ومضت باقتحام المقار والمؤسسات الحكومية بمختلف أنواع الأسلحة هذه القوات استغلت تراجع وحدات الشرعية من أنحاء حي كريتر للتقدم نحو بوابة القصر الرئاسي في معاشيق حيث تجددت الاشتباكات التي ارتفعت حصيلتها إلى 36 قتيلا بحسب الصليب الأحمر بصراحة اللي سير هذا ما دلوش أقول عنه يعني الحرام في حق اليمن قبل أي شيء آخر في قدر كبير أنا أشوف من النظرة الصغيرة والتناهش على الغنيم قبل نهاية الحرب إحنا ما نلغي عشان ما حد يجي ما نلغي أحقية أهل الجنوب في الإصغاء لهم ووصول للصيغة مشتركة ولا كلام الحكومة اليمنية عن وجوب الإيمان باليمن الاتحادي والشرعية لكن كان بالإمكان أحسن من مكان مش وقته خالص يعني وعلى كل حال يجب تذكير من يحمل السلاح على بعض اليوم بأن التحالف العربي بقيادة السعودية ودور الإمارات الفعال فيه هو من رفع عنهم احتلال الحوثي الحوثي كان في عدن والحلف السعودي الإماراتي باقن والصلب والتحالف العربي الإسلامي هو تحالف الحزم وهو المظلة الكبرى وهو القوة الأساس في اليمن سياسيا قانونيا لوجستيا وطبعا عسكريا طيران ومطيران ورادارات لذلك كان من المهم للمتناحرين في اليمن معرفة الرؤية الحقيقية للتحالف البيان دعا كافة المكونات السياسية والاجتماعية إلى التهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار وعدم اعطاء الفرصة لشق الصف والانشغال عن المعركة الرئيسية ألا وهي تحرير كافة الأراضي اليمنية من الميليشي الحوثية المسلحة ونؤكد أن ذلك التزام سياسي وأخلاقي حتى يتم تحرير كافة الأراضي اليمنية وأنه من الواجب تركيز الجهود السياسية والعسكرية لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية كان هناك بيان من الحكومة اليمنية على لسان المتحدث الرسمي لمكتب فخامة الرئيس رحب بما ذكره التحالف في هذا الشان كان هناك بيان صادر من بعض الأطراف والمكونات الاجتماعية في العاصمة البديلة عدن بالالتزام بالهدوء ولغة الحوار دعونا ننصر واضحين ترى عادي يكون فيه اجتهادات كثيرة ووجهات نظر بين أقرب الأشقاء لبعضهم عادي مش قصة كبيرة عشان يفرحون فيها لكن المطلوب هو خدمة الهدف الأسمى والحوثي أراقى الدماء السعودية والإماراتية سواء بسواء على أرض اليمن اختلطت الدماء الحلف لمن يراهن من جماعة الأخوان المرعية من الدول دعونا نقول بصراحة المرعية من قطر أو تركيا أقصد توكل كرمان وانت جاي هذا التحالف باقي ولا أمل لهم بأمنيتهم بشقاق سعودي إماراتي بسلمان فيه كلام عن أنه فيه خلاف بين السعودية والإمارات حول جماعة الإصلاح ودورهم في الحرب ومستقبل اليمن يس صحة الكلام ذلك؟ الإشاعات كثيرة جداً وأكيد الأعداء يريد أن يخلقون أكبر قدر ممكن من الإشاعات بين الحلفاء لم يقل عاقل يوماً أن الحرب في اليمن نزهة لكنها حرب ضرورة ما كان في حل آخر للي يعني يقولون ها شفت وش صار وأنتم دخلت هي هو حرب ضرورة لا بد منها وجزء من فاتورتها وتكاليفها مش في الجانب العسكري والضحايا فقط على ضخامة هذا الأمر بل في جانب السياسة وحفرها ومعقدها ومشاكلها ومقالبها فهل حان الوقت؟ أنا يعني ممكن الناس أدرى أهل الأهل الرأي وأهل القرار أدرى لكن ربما يكون الوقت قد حان لمؤتمر جامع لأهل اليمن برعاية الرياض والتحالف لإنهاء هذه المشكلات والعجائب اللي قاعدة تصير يعني تقاتلون الجماعة والحوثي لسه شغال يعني دون ظلم لأحد أو احتقار لمطالبة أو تهميش لا بس يبقى العنوان الواضح اللي ما يجوز اللعب فيه من أحد المعركة هي ضد الحوثي وأشباه الحوثي وضد الخمينية بالتالي والمشروع النفوذ الإيراني وأيضا ضد القاعدة وداعش وما إلى ذلك يعني ضد الفوضى والخراب وبس الباقي كيف الأهل اليمن يحكمون يمنهم بأي صيغة شأن يخص اليمنيين المطلوب من التحالف المساعدة على إيجاد رأي مشترك لكن بعد نهاية المعركة مشوحنا في نصفها امرأ القيس الشاعر ذو الأصول اليمنية يقول الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليلي شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل إلى اللقاء